المرهلة الفاصلة بين مرهلة الطفولة والنضاج أما في الإلم النفسي المعاصر فهي المرهلة التي تالي البلوء وهي غالبا من الثاني عشر أو التاسع عشر أو الهادية والانشرين في الماليزيا مرهلة المرهلة من الثانية والعشر سنة حتى حمسة وعشر سنة الحاوذة من الثانية الشياطة أعني تحديات أليس في المواد الثانية هي البيان الصفshirt�라고نا وأن اللقاء معز ensemble نهاية التنزل والآخر مناسب انه أشد قاني المسيقات التي تأت منه Wanita عليهم أن يتحق حيث أن أكون عاماً مريم العاماً فمهاتي أشبعت أن يتمزل المكان مع جديد أبداً الأبداة 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 أشبعت أن يتغبوا رأيًا المترجمات في المترجمات في المترجمات. لديهم مدرس الوظيفة. لديهم مدرس الوظيفة. لديهم مدرس الوظيفة. لأنهم مدرس الوظيفة. أعتقد أن أجلس الوظيفة بين 18 إلى 31. الوظيفة التي يتحدث بينهم. أعتقد أنها مدرس الوظيفة. نعم. مرحلة المرهقة هي العمر الفاصل بين الطفولة والرشد. واحدة من القضايا هي مشكلة في صحت الجنسية مثل الحمل الغير المخطط له أو الزينا. الموادم what is the main factor about the issue the main factor is the teenagers or the adults getting less attention from their parents and also from the viewers influence I think it happens because they fail not feel they don't really know they don't know how to cope well with the changes that أميال العسيئة بالنسبة للمشهداء بالنسبة للمرحاقين ويطرق البيئة المهيطة ويطرق البيئة المهيطة ويطرق البيئة المهيطة والوصف محصل ت بين الحياة المخربة والوصف زعلم وفعل تشعر الانت حياة كلا وليس مثل مثل تشعر مياه ناقصو في تعليم الديني ناقصو في تعليم الديني وفقاً جدًا وفقاً جدًا ومعرفة أكثر من أعوالهم وإنهارهم ومعرفة الأبعاء يمكن أن تتعاون مع أبعا ومعرفة أبعاً بأنهم ومعرفة أبعاً ومعرفة أبعاً ومعرفة أبعاً لا أعتقد أن المنظمة المنظمة أعرف كيف تشعر هذه الأدوليسية تشعر في المدارسة لأننا أعرف كيف تشعر هذه الأدوليسية تشعر في مدارسة عندما نتحدث في مدارسة مدارسة أبعالي أبعالي أخبرنا أن يتبقى وأنها ستبقى. أعتقد أننا يجب أن نكون أكثر مدعوة عن هذا الأمر. ما يجب أن نفعله لكي يجب أن نفعل هذا الأمر لأننا يجب أن يجب أن يساعد الناس الذين يتبقى العلاجين فهي يجب أن نكون الناس الذين يستمعوا على المشكلة ويجب أن يكون المشكلة لهم ويجب أن يكون المشكلة لهم أفضل الطريقة التي يمكنك القيام بها للمساعدة إلى المراهقين هي أعطى النسيحة بفعالية و بالهكمة التي يمكن أن يجعل هل أفضل؟ أعتقد أن السعياتي أضافت حقا عن المشكلة يمكنك أيضا أن السعياتي بها لم يتقنع المشكلة وفي سلطانين في سؤالي أراد الإعاون حسنا فإن العلاج والحكم وفي حالي ولكن أعتقد أن أعرف مرة أجمل مواقع على المفتح في أحد الأسلات وحكم في حياتهم شعور المال فإن يعرف عمل العلاج لكن مجدداً 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 يشعر أنه مجدداً لهم لتقلق بها لذا فإنهم وعلاقهم يتبعون على مجدداً مجدداً نعم، أعرف الأقصى من خلال الإسلامية خلال الإسلامية لكنها هي حرام لكن للمشاهدة لا أستطيع أن أتمنى نعم بعض منهم يعرف و بعضهم لا يعرف بسبب تأثير من الأصدقاء والبيع أعطي شخص أعطي شخص يمتلك جائلا ومن الأصدقاء أعطي شخص يمتلك ولكام의 أعطي شخص أعطي شخص أبراً أعطي شخص هذه أعطي شخص أخلاق أو أخلاق أو أخلاق أكثر ما نفعل فسيكالي ولكن للمشكلة الأخلاق هذه الأخلاق أخلاق الأخلاق نعم أن الأخلاق يمكن أن تساعدنا على هلية مشاكل المراهقين ولكن أخير على تشكيل الأخلاق ببداية تربية من الوالدين بالكاملة والفعالية أعطاء الأخلاق يجب أن تساعدنا أخلاق الأخلاق على أخلاق عندما تعدي الأخلاق أخلاق الأخلاق والإيمان سيمنعنا من هذه المشكلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة